اسمح لي بسؤال افتراضي داخل قبة مجلس النواب وكل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ينطون كلمة لأعضاء مجلس النواب المفروض أنت تقنع مجلس النواب الموجود بالقبة البرلمانية حتى يصوت لك كرئيس شو راح تقول له؟ يعني هي كلمة واضحة وصريحة أنه علينا أكثر من 18 سنة فعليكم أن تصحروا هذا المسار أما أن تختاروا وأما أن تكونوا أو لا تكونوا في اختيار الأفضل لقيادة العراق في هذه المرحلة لأن الموضوع أصبح لا يحتمل ومن هذا المنطلق أنه تخلون الشعب في حدقات أعينكم حتى يستطيع الشعب أن يساعدكم في النهوض والتطور خدمة للعراق العظيم هل ترى بنفسك الأفضل كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ لا بين المرشحين؟ لا طبعا لكن خليه أقول أنه أقدر أسوي أصنع شيء لأنه أنا ابن الفقراء ابن مدينة الحرية ابن الكاظمية ابن حيي الجهاد هذه المناطق التي عشتها فعشت معاناتهم عشت كل جراحهم كل آلامهم من هذا المنطلق أقدر أصنع شيء